اشتركوا في القناة في نيسان في عام 2022 وإلى 500.500 شيكل في نيسان الجاري وسيستمر في الارتفاع تدريجيا ما يصل إلى 6.000 شيكل في نهاية عام 2026 وتم بالفعل توقيع الصفقة الشاملة ولكن لم تتم الموافقة عليها في الحكومة بسبب خلافات في الرأي وخرجت من التداول عند منهارة الحكومة وعلى الرغم من الخلافات إلا أن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل يرتفع مع دخول شهر نيسان لأول مرة منذ خمس سنوات فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور بزيادة 271 شيكل عن ما كان عليه سابقا وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا في إسرائيل حيث يرى البعض أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع الاقتصاد في حين يرى البعض الآخر أن هذه الخطوة ستساعد في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر في البلاد وستعزز الشراء الداخلي وتدعم الاقتصاد بشكل عام ويأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة إسرائيل في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وبحسب مسؤولين فإن هذه الخطوة ستساعد في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر في البلاد وستعزز الشراء الداخلي وتدعم الاقتصاد بشكل عام وتعتبر هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور خطوة هامة وإيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين على أمل أن تتبع هذه الخطوة إصلاحات أخرى لدعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة في البلاد خاصة في أوساط المجتمع العربي